طيب هل هنا السلام أمانة كما مر معنا في أثر سلمان رضي الله عنه وارضا في كتاب الزهد طيب يعني إذا قال شخصي لآخر سلمني على فلان هذه أمانة يجب إيصالها إلى صاحبها متى تحملتها واجب عليك أن توصل لصاحبها ولذلك هنا يقول الحافظ العراقي في طرح التثريب في شرح التقريب قال أصحابنا ويجب على الرسول تبليغه فإنه أمانة ويجب أداء الأمانة ويجب أداء الأمانة ويقول الحافظ بن حجر في الفتح أن الرسول إذا التازمه أشبه الأمانة وإلا فوديع والوداع إذا لم تقبل لم يلزمه شيء طيب إيش قال يا شيخ بن عثيم في شرح الرضي الصالحين لما قال هل يجب عليك أن تنقل الوصية إذا قال لك سلم على فلان أو لا يجب فصل فيه العلماء إن التزمت بذلك واجب عليك إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها لأن خلاص تحملتها طيب إذا قال لك سلم على فلان أو سكت أو ما أشبه ذلك فهذا لا يلزمك فهذا لا يلزمك ومن التزم بأنه سيبلغ السلام واجب عليه ذلك قلت والسكوت عند الفقهاء رضا ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال قال وإذنها صيماتها تستأذن البكر وإذنها صيمات فالسكوت رضا فعليك من باب أولى أنك إنت ترفض ذلك إذا كان أنك إنت ما تستطيع أنك إيش أن تبلغها حتى لا تتحمل أمانات في نفسك أما ما مضى فقد مضى وانقضى وعلى الإنسان أن يستغفر الله مما إيش مما قضى مضى وعفى الله عمه اشتركوا في القناة